نضم إلينا من بيروت المدير التنفيذي لثانك ميديا لابز أيمن نعيتاني أستاذ أيمن أهلا بك هل فعلا من الممكن مستقبلا أن تطيح الأجهزة اللوحية بالأجهزة التقليدية تماما؟ هل اللي واضح معنا من سنة 2012 أنه في كتير ناس عم تشتري هذه الأجهزة اللوحية بطريقة منتظمة وبكترة أكتر وكمان فيه عم بيقولوا بـ 2013 فيه 1.2 بليون جهاز بين هاتف محمول وأجهزة اللوحية لحين شروا بشرة 2013 واللي ببيزهم أنه هني واحد فيه يحملهم بسهولة وفيه لهم كمان كأبس والتطبيقات حلوين لا يستعملوا وكسعرهم السعر يكون كتير مقبول طيب يعني نحن هنا عندما نتحدث عن الكمبيوترات التقليدية نقصت حتى الكمبيوتر المحمول أليس كذلك؟ اللابتوب ايه نعم طيب ولكن يعني هذه الكمبيوترات أو هذه الأجهزة من الممكن أنها تقوم بمهام لا يستطيع حتى اللحظة جهاز اللوحي أو جهاز الهاتف القيام بها إذا كان ذلك صحيحا يعني أجل أن تؤكد هذا الموضوع أو تنفيه وتفصل لنا في حال كان هذا ما قلته صحيح هلأ بهذه اللحظة يعني كإمكانيات الأجهزة اللوحية هي للواحد أنه يتصفح ويستفيد من المعلومات هلأ ككمبيوتر تقليدي محمول أو غير محمول بيقدر الواحد يستعمل لحتى ينتج معلومات أكتر فبالجهاز اللوحي بتقري يعني بتشوف في فيديو وصور يعني فيه نوع من تصفح أكتر من إنتاج معلومات يلي بعدها هلأ شوي مقتصر أكتر على الكمبيوتر المحمول طيب بالنسبة للشركات المنتجة لأجهزة الكمبيوتر يعني ما هي الحلول أمامها هل يجب كلها أن تتوجه إلى إنتاج هذا النوع من الأجهزة اللوحية أم من الممكن الدخول ربما في صفقات كبرى والاتحاد مع شركات أخرى هلأ هو الجهاز اللوحي هو نوع من كمبيوتر خاص يعني بطريقة الحمل بطريقة التواصل بس كمكونات وكامكانيات وكخبرة الشركات الموجودة هلأ يلي عندها يلي بتصنع كمبيوتر فيها تصنع فيها تصنع هذه الأجهزة اللوحية فعلى أساسهم يعني عم يكونوا بـ 2013 عم يشتغلوا مع شركة مايكروسوفت ومع شركة جوجل لحتى يكون في تصنيع أكتر لهذه الأجهزة نعم من بيروت المدير التنفيذي لثانك ميديا لابز أيمن عيتاني شكرا جزيلا لك احتفل المسيحيون الغربيون بعيد الميلاد حيث أقيم قداس كبير في الفاتيكان دعا خلاله البابا بنيديكتو ترجمة نانسي قنقر